في الحقيقة من المواضيع الترند خلال الساعات الأخيرة دي هو موضوع صورة الكابتن أحمد حسام ميدو مع الكابتن محمود الخطيب اللي نشرها ميدو مبارح على صفحاته على السوشيال ميديا واللي حصل بعدها إن ميدو واجه هجوم كتير وانتقادات كتيرة جداً ملهاش أي لازمة خالص خالص هي ناتج بس عن أسلوب البعض التعود عليه خلال خمس ست سنين فاته لكن في الحقيقة برضو الأسلوب ده لازم يتغير ولازم يا جماعة يكون فيه روح رياضية أنا ميدو زاد في نظري قوي لما كتب تويتا اللي كانت النهاردة الصبح وقال فيها إيه ميدو قال على فكرة ده بعد بقى الانتقادات الكتير اللي حصلت يعني والشتايم اللي وصلت له وانتقادات حتى من بعض لعابي ناندي الزمالك السابقين للأسف يعني اللي قال له إيه على فكرة لو شفت محمود الخطيب كل يوم كل يوم حروح أتصور معاه وده اللي تربيت عليه بص المبدأ اللي بيتكلم من خلاله ميدو ركز معاه وده اللي تربيت عليه إني أحترم الكبير وأضاره وأحترم الناس اللي عملت تاريخ وده اللي بعلمه لأولادي إنهم يحترموا الكبير ويحترموا أي حد اجتهد وأخلص لبلده ولعائلته إيه المشكلة في الكلام ده إيه المشكلة أصلا في الصور يا جماعة لازم جزئية التعصب الأعمى اللي احنا بنعيشه على مدار كم سنة فاته ده لازم يختفي إحنا كنا بنشوف رئيس الأهلي في الزمالك ورئيس الزمالك في الأهلي في الزيارات مختلفة العلاقات دايما كانت ممتازة ما بين إدارتين الناديين الأمور كانت مشى بشكل جيد جدا لكن الناس اتعودت على طريقة معينة لازم تتغير بقى خلاص كفاية طريقة لازم تتغير إن أنا أفضل أسب وغلعا وأشتم في الناس عشان أرضي فئة معينة من الجماهير وده عمره ما حيستمر ولازم وحتما سينتهي فدي جزئية مهمة جدا أنا ميدو ذات في نظر اللي هو بتكلم من خلاله إن احنا لازم نحترم كل الكبير يا جماعة الكبير اللي بيغلط هو اللي ما بيحترمش نفسه الكبير اللي لسانه بيكون ما بيقدرش يتحكم فيه تمام؟ هو اللي بيحترمش نفسه سواء من هنا أو من هنا من أي حتة فهو ده يستاهل لكن دايما لازم يكون في إطار للإحترام والروح الرياضية المطلوبة دائما وأبدا ما بين جمهوري الأهلي والزمالك وما بين رموز الأهلي والزمالك وفي اعتقادي أي لعب النجوم النادي الأهلي الصابقين لو شاف مثلا حزم إمام الكبير ولا شاف كابتن فاروق جعفر ولا شاف كابتن حسن شع أكيد حيتصور معاه ده أمر طبيعي جدا يا جبا فلازم نتخلص من هذه الأمور الغير مطلوبة في مجتمعنا خلال الفترة اللي جاي خليني سريعا أطمن حضراتكم على فرقة النادي الأهلي ونعرف آخر الأخبار التي تتعلق بالفريق بعد المران الأخير